السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم راح نتكلم عن حاسب محمول يعتبر الاقوى في العالم ممكن وانت الحكم طبعا واقوى حاسب محمول تم الكشف عنا في كومبيتكس للعام 2019 نعم بكل تأكيد هو اقوى حاسب تم الكشف عنا في كومبيتكس للعام 2019 الحاسب يربسم جي تي سبنتي سيكس تايتن نسخة مطورة من سبنتي فايف كل الموصفات اللي راح نذكرها في هذا الفيديو راح تكون على حاسب محمول يعتبر البديل الامثل للحاسب المكتبي طبعا السماكة تبدأ من 33 وصولة الى 42 ملي متر اضب على ذلك انه الوزن الكامل له هو 4.5 كيلو جرام والسعر ممكن يوصل الى 5000 دولار امريكي بكل اريحية لكن امر مفهوم لسعر بهذا المواصفات الخارقة جدا والشخاص اللي بين قوسين نوعا ما نوعا ما يقدر يتنقل لكن لازم ياخذ مع الشاحن وين ما يروح لانه هذا الحاسب مزود بمعالج الخاص او المتواجد في عالم الحاسبات المكتبية 9900 كي هذا الحاسب يملك معالج موجود في عالم الحاسبات المكتبية الكوراي ناين 9900 كي واللي يمكن او بثمانية انوية مع الاوبر كلوك توصل الى الخمسة جيجا هس بكل اريحية في اربع منابل الذواكل العشوائية تسمح لك برفع الساعة الى 128 جيجا بايب من نوع DDR4 عندك الساعات التخزينية عندك ثلاثة كلها NVMe SSD M.2 وايضا يدعم HDD من خلال منفذ الثالث لكن بإمكانك ترفع الساعة الى شي مجنون الكرت الشاشة المستخدم هنا هو نفس ما هو موجود في عالم الحاسبات المكتبية RTX 2080 ما في Max Q نهائيا موجود بداخل هذا الحاسب محمول السؤال اللي خلاني يعني دور في بالي انو كيف حاسب رح يستحمل كل هذا القوة بكل تأكيد رح يعاني بشكل كبير جدا من ناحية الحرارة او انو استقرارة CPU المعالج او كرت الشاشة ما رح يكون مستقر لكن المساي اكدت وبشكل قوي جدا انو ما رح يتأثر نهائيا اداء CPU و اداء الجي بيو وممكن اصدق كلامهم لانو استخدموا اربع مراوح موجودة بداخل هذا الحاسب محمول و 11 انبوب كل انبوب مسؤول عن تشتيت الحرارة و 2 من المبرد نفسه موجود على CPU و 1 موجود على الجي بيو كل هذه العناصر رح تساعدك على التخلص من الحرارة بشكل سري جدا زائد منابذ التهوية كبيرة جدا صراحة لما تشوف الحاسب رح تشوف منابذ التهوية خاصة جهة خلفية كبيرة فهذه عوامل اضافية لابعاد الحرارة بشكل سري من اليمين من اللي سار وايضا في الجهة الخلفية لهذا الحاسب محمول واحد من الشياء اللي برضو شدت انتباهي انه الشركة تخلصت من لون الاسود لون الاحمر اللي كان موجود مع الجي تي خمسة بيو حتى غطاء البلاستيك تخلصوا منها استخدموا اللون الفضي جميل جدا صراحة هذا اللون وايضا اعتمدوا بشكل كامل على الالمينيو فجودة تصنيع للغطاء نفسه اصبحت اقوى وافضل بكثير مقارنة بالنسخة السابقة اضف على ذلك انه الار جي بي موجود على كل زر للوحة الفتيح باستجابة ممتازة بمنطقة فارت من ايضا تكون بمساحة اكبر لكن بزر ايمن وايصر منفصل فمعطيك مساحة اضافية وباستجابة ممتازة مع تعريفات الويندوز ما عندي ملاحظات لها لكن نرجع لموضوع الار جي بي الار جي بي هنا حطولك واحد من المين بالاسفل واحد من اللي سار وايضا واحد في الجهة الامامية من الاسفل واحد موجود في الجهة الخلفية ما هو بعين لكن بلمسات بسيطة جدا فار جي بي رح يكون اكثر مقارنة بما موجود في الجي تي خمس وسبية حتى انه ما قصروا في مسالة المنافذ استخدموا الواي فاي سيكس بيوتوت خمسة بات صفر الكيلر اي ثلاث الاف وهذا من خلال منفذ الشبكة قادر اعطائك 2.9 جيجا بيت بي الثانية اضف على ذلك انه المنافذ المستخدم هنا يوس بي اي يوس بي تايب سي عدد لباس فيها مع دعم لثاندر بولت بكل تأكيد هنا ثلاثة فاط صفر ما في اي تعبث فيه اضف على ذلك انه هذي الشركة رح تعتمد على اليوس بي الثلاثة فاطتين بمعيير او بسرعات تصل الى عشرين جيجا فهذا الشي كويس جدا عندك ال اتش ديم اي اتنين فاط صفر مني ديس بلاي فورت واحد فاصة اربع موجود يعني ما حطوا او ما قصروا في مسالة المنافذ نهاية زائد انه حطوا لك السماعات و ليس المكان امثل لكن اللي ودي اقولك يا انه من خلال منافذ الصوتية لهذا الحاسب قادر على اعطائك الهاي ريز ما اداك فجودة الصوت لو عندك سماها محترفة رح تنبسط من خلال جودة الصوت الخاص بهذا الحاسب المحمول ايطار نحيي للشاشة مع مكان امثل للكاميرا وهي عبارة عن 720p مع ثلاثين ايطار بالثانية والشاشة انك خيارين كله هما بمقاس 17.3 انش الاختلاب انه واحدة رح تكون 4K باودوبي RGB مئة بالمئة للالوان او الخيار الثاني رح يكون عبارة عن 1240s 1080p كله هما IPS LCD بزمن اتجابه رح يكون افضل مقارنة بنسخة الفوركي فلازم تختار وش الشي الانسب بالنسبة لك من ناحية شغلك او استخداماتك فهذا هو الحاسب الخارق اقوى حاسب يستخدم مواصفات مريعبة جدا صراحة لكن ان شاء تكونوا برايكم في خلال التليقات اذا عجبك الفيديو اضغط على زر اللايك واذا ما عجبك اضغط على زر ديس لايك نشوفكم اخر شاء الله والسلامة.